ضيفنا من المملكة العربية السعودية وجد لنفسه طريق على موقع اليوتيوب من خلال تقديم حلقات تساعد على تبسيط العلوم ويقدم التعليم عن بعد من خلال شبكات التواصل تفاصيل كثيرة راح نتكلم فيها مع ضيفنا المهندس علي البحراني أخصائي تطوير مناهج تعليمية في جامعة الدمام حياك الله معنا هلا وسهلا وحياكم الله وشكرا على استضافة شكرا لك مهندس علي بنتكلم أول شيء عن سبب اهتمامك في تقديم برامج تعليمية عن طريق يوتيوب هي بدأت من كنت طالب هندسة في الجامعة كان اهتمامي بالعلوم بطبيعة حال الدراسة أيضا لكن بدأ الاهتمام مع انخراطي في العمل المسرحي وكنا نقابل الناس فشفنا أن الناس مهتمة بالأشياء المسرحية اللي كنا نحط فيها معنوات علمية في ذاك الوقت فجاف بالي أن نحن نركز على موضوع أن نحن نبسط العلوم للأطفال بداية وبعدها بعد التطور سنحن نبسط للجميع من فئات الصغيرة وأيضا حتى للأكبار يعني نقدر نقول أن أنت اطلعت بهذه الفكرة من خلال عملك وبيئة عملك؟ هي بدأت لما كنت في الجامعة لما كنت في الجامعة كنت أيضا بالإضافة إلى دراساتنا في الهندسة كنت في نادي المسرح كنشاط غير أكاديمي فهذا النشاطين اللي كنت أسويهم طلع هذه الولادة ومن بعدها صار اهتمام شخصي عندي أن أشتغل في هذا المجال نحن نبسط التعليم سواء للأطفال عن طريق واجها لواجه التجارب علمية أو بعدها قررت أن أصبح البرنامج على اليوتيوب عشان يوصل إلى شريحة أكبر نعم جميل شون تشوف الإقبال على هذه المواد التعليمية اللي قاعد تقدمها؟ طبعا في البداية في المنطقة نحن بدأنا من 2009 ف2009-2010 كانت من المحتويات الجديدة التي تطلع للناس فكان الإقبال عليها محدود على حسب المناطق اللي كنا فيها لكن على النطاق اليوتيوب حاليا منصة كبيرة جدا فيها محتوى كبير وضخم باللغة العربية ولكن ينقصه المحتوى العلمي حاليا في دراسة المحتوى العلمي في الانترنت من عام 1996 إلى عام 2011 وجدوا أن أقل محتوى علمي في الانترنت هو المحتوى باللغة العربية اللي هو المحتوى العلمي اللي باللغة العربية ولو ندقق أيضا في هذا المحتوى راح نلاحظ أن المحتوى الفيديو هم أقل شيء موجود فأقل شيء في الانترنت ممكن تلاحظينه هو محتوى باللغة العربية فيديو يبسط العلوم فوجود الحاجة خلتني أركز على هذا المجال أكثر من أننا مثلا نفتح موقع أو نفتح مدونة نعم جميل لجوءك إلى تبسيط المواد العلمية هل هذا نقدر نقول أن هناك تقصير من الناحية التعليمية ككل؟ البرامج التي نفعلها هي تتكلم عن العلوم بشكل عام نتكلم عن الفيزياء نتكلم بعض الحلقات عن الأحياء أيضا نتكلم عن نسبية أينشتان والزامكان كخطة مستقبلية نعم نطمح أن نفعل مقاطع قصيرة نشرح فيها بعض المواد الدراسية لأن قطعا عندنا شوح وفقر في توصيل المعلومة بشكل جيد في المدارس تقريبا النظام الأكاديمي عندنا سواء على نطاق المدارس ولا على نطاق الجامعات صاير ثابت وممل ما في التفاعل الإنساني ما بين المعلم والطلاب واثنين هم بشر فلازم يكون في هذا التفاعل لكن ليس موجود الطابع الإنساني الموجود أن أعطيك أنا معلومات أنت يتحفظها يترددها فكبادرة إذا بنتكلم هنا عفوا يعني بس عشان ما ننسى هذه النقطة تحديدة لأنها وايد مهمة إذا بنتكلم هنا وين التقصير هل هو من المعلم نفسه ولا من استقبال الطالب أو من الإدارة نفسه إدارة الجامعة أو المدرسة السؤال دائما يتكرر أنه أين الخلل أو من هو المسؤول أو وين كذا هنا الخلل بسؤال نفسه لأنه توجه عام توجه الوزارة بشكل عام توجه المدرسين وهم بشكل خاص لأنه لا ينفع أن تتحلها من الوزارة لكن المدرسين لا يبوني مستعدين للتغيير لا يصير أن تتغير المدرسين لكن طلاب أيضا لا يبوني يتغيرون أو يواجهون صعوبة في الموضوع عملنا أيضا حتى في الإنطقة الأكاديمي كنا نطور بعض المناهج كنا نواجه بعض الصعوبة من الطلاب ومن الدكاترا أيضا فهي منظومة كاملة أنا أعتقد أننا نحتاج إلى تغيير الوعي نفسه تجاه طريقة تبادل المعلومات طريقة تبادل حتى الآن و هذا الشيء مختصر على وطننا في الوطن العربي هذا الشيء حول العالم حاليا نحن نستخدم النموذج الإغريقي للتعليم ألوه أنه كان في واحد عنده علم وكبير في السن فأخذ علوم وأخذ تجربة في الحياة فيجون طلاب صغار فيجي هو يعطيهم هذه المعلومات عن طريق كلام وهم يحفظونا ويدونونا فمنذ ذلك الزمن إلى الآن تقريبا هذا النموذج مستمر إلى يومنا هذا حاليا أنا أرى أن هناك نماذج كثيرة للتعليم الحديث موجودة نحتاج أن ندخلها المنطقة لكن حبا حبا كيف يمكن أن ندخل التعليم الحديث خاصة باستخدام التكنولوجيا وغيرها من الأمور كيف يمكن أن نجعل هذا الشيء ثابت من الناحية التعليمية نعم هذا سؤال مهم وضروري جدا أن نسألة في كل ورشة عمل تزعم منها التطور في التعليم ألا وهو استخدام التقنية في التعليم التقنية في التعليم ليس فقط أني أجيب الصبور الذكية وأجيب البروجيكتور وخليهم اشتغلنا على آيباد لا أيضا هي المفهوم استخدامنا للتقنية نفسها اللي نحتاج نسويه عشان نحن نأثر على أي شخص نحتاج أن الرسالة تكون لها معنى وتكون لها تأثير أيضا بمعنى أني أنا أعطي معلومة جيدة وتأثر عليه كيف تأثر عليه لازم هنا التقنية تدخل فإن أخليها مثلا في لعبة أو أخليها بطريقة قصة أو أخليها بطريقة مبسطة جدا ثم أتتابع في الصعوبة وما إلى ذلك في هذا الأسبوع أنا كنت في ورشة عمل في مؤسسة كويت لتقدم العلمي كيفاس مشكورين استدعوا بعض الأشخاص المؤثرين في الخليج دعوهم إلى ورشة عمل عن ساينس كومنيكيشن اللي هو تواصل للعلمي جابوا أشخاص من المؤسسة الأمريكية لتقدم العلمي وكان من ضمن الأشياء اللي هو أن الرسائل العلمية تُعطى بدون مشاعر بينما كل شيء في العلم تقريبا منامس لحياتنا اليومية لكننا ما نربطها يعني الضوء الحرارة الصوت وما إلى ذلك الأشياء الفيزيائية الكيميائية نقدر بطريقة أو بأخرى نربطها بحياتنا فالطلاب أو الأشخاص المستقبلين المعلومة يأخذونها لأنه أنت لامس جزء من كيانهم كبشر نعم أكيد الطريقة التعليمية لابد أن تتطور علشان تصل المعلومة الصحيحة للطالب نفسه وأيضا اللي قاعد يقدم هذه المعلومة المعلم نفسه رح يحس في تطور في المادة اللي قاعد يقدمها خاصة إذا قلنا ينا وحطينا أننا رح نستخدم أجهزة إلكترونية عملية استخدام هذه الأجهزة الإلكترونية من الناحية التعليمية هل تشوف أنها مفيدة أم أنها رح تشتت الطالب لازم يكون في مسج ما بين الأثنين في بعض الفصول في دول غير عربية يستخدمون مثلا بس آيباد أنا بنظري أن هذا شيء يقلل من عملية استيعاب الطالب أنا بنظري أن نستخدم التقنية إلى حد معين مع وجود الورق والقلم وتدوين الملاحظات وما لذلك أرجع إلى مسألة اللي هو التفكير نفسه إذا أنت عطيت للطالب أدوات التفكير كيف أنه يستقبل المعلومة ويحللها ويدونها ويسترجعها لاحقا بشكل منطقي وبشكل أنه مفهوم بالنسبة له أنا باعتقالي أفضل من أن نركز فقط على الأشياء المحسوسة أني أجب طولات زينا وأجب تقنية زينا وكذا لكني لا أستثمر في العقول وهذا شيء صعب وأنا أدري ليش أنه شيء متأخر حاليا لأنه هو صعب ويأخذ وقت وفي معارضة يعني أن التغيير أيضا صعب للأشخاص مثل ما قالت الطلاب والمعلمين اثنين هم تعتاج لهم وقت لكن على المدى البعيد أنا أتوقع تغيير أنماط التفكير ورفع الوعي الأهمية التي هو تغيير منظومة التعليم هل هناك وعي الآن قاعد تشوف أنه بدأت عملية التغيير نعم الآن في الوقت الحالي مع السوشال ميديا ومع تداخلنا أنت عندك اللي يلقون المعلومة والمستقبل المعلومة كلهم موجودين في السوشال ميديا فهذا الحوار اللي قاعد يصير هذا حوار صحي وأعتقد أنه بدأ يرتفع الوعي على هذا الموضوع لأنهم بدأوا يشوفون نماذج الأخرى في دول أخرى صحيح في دول أخرى طبعا أشدد في دول عربية وفي دول أجنبية أيضا مشكلة عند الأجانب ترزين ومشكلة عندنا شيء لا فيه نماذج جيدة في الوطن العربي أيضا فهذا في السوشال ميديا بدأ الأويرنس شوي يرتفع بدأ الوعي يرتفع بدأت فيه برامج علمية تطلع يعني قبل كذا سنة من 2012 وقبل ما كان فيه الآن في البرنامج اللي أنا سويه وريكا شو موجود على اليوتيوب في أيضا أكثر من برنامج على اليوتيوب باللغة العربية العلمية نعم يعطيك العافية وعلى هذا المجهود الطيب اللي قاعد تبذله في توصيل المعلومة العلمية والمادة العلمية الصحيحة لكل من يراك شكرا لك المهندس علي البحراني إخصائي تطوير مناهج تعليمية في جامعة الدمام شكرا لك شكرا لكم الله يعطيكم العافية أنا أحب بس أن أوجه رسالة للجميع أنه كونوا فضوليين دائما أسألوا الأسئلة فأهي اللي راح توصلكم إلى الأجوبة إلى الحقيقة يعطيكم العافية شكرا لكم شكرا لك مشاهدينا كانت هذه حلقتنا لليوم نتمنى أنكم استمتعتوا فيها نلقاكم على خير إن شاء الله في حلقات قادمة فما لا